موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أروقة رمضان بدأنا بالأمس في حلقة مؤلمة عن المسلمين الذين فقروا رمضان وكيف كانوا يتحايلون ويخاطرون ويغامرون بأرواحهم لكي يستطيعوا الهلال ولكي يصوموا رمضان ولكي يقوموا رمضان وذلك لكي نستشعر نعمة الله علينا إذ نحن نستطيع أن نصوم رمضان وأن نقومه بغير مشكلات فكان يجب أن نتأمل في هذا الآن تعالوا نقفذ قفزة إلى الخلف لنرى وننظر كيف مر أول رمضان فرض فيه الصيام على المسلمين فترى ماذا كانت أحوال المسلمين ما هي الأجواء التي خيمت عليهم عندما جاءتهم أجواء رمضان لأول مرة وتعالوا نبدأ بهذه القصة الغريبة هذه القصة حدثت خارج الجزيرة العربية جيوش الفرس اجتاحت الإمبراطورية الرومانية الشرقية وهي الإمبراطورية البيزنطية فاجتاحتها اجتياحا كبيرا يشبه أن تكون انتقاما من هزيمتها الساحقة أيام الإسكندر الأكبر قبل تسعة قرون انتوا عارفين الإسكندر الأكبر حين اجتاح الإمبراطورية الفارسية وصل إلى عمق فارس استولى على الشام وعلى مصر وعلى العراق وتوغل في فارس هذا الاجتياح الذي سدده الفرس الآن للبيزنطيين كان اجتياحا كبيرا إلى درجة أنهم وصلوا بهزيمتهم للجيوش المتعاقبة المتتالية حتى أنهم اجتاحوا الشام ومصر وأسيا الصغرى وتوقفت جيوش الفرس أمام أسوار العاصمة العتيقة التي هي القسطنطينية وهي أسطنبول الآن هنا لم يكن يشك أحد في أن هذا هو الغروب الكبير للإمبراطورية البيزنطية لا سيما يعني خصوصا أنه إمبراطور بيزنطة في ذلك الوقت كان شابا نشأ فيه الدعا والطرف وقاد قبل قليل انقلابا على الإمبراطور السابق وحاول أنه يعني طبعا أنتوا يعرفين من يقود انقلابا فإنه الأمور تضطرب بين يديه ويحتاج إلى وقت لكي يدبر بيته الداخلي فحاول هذا الإمبراطور البيزنطي الشاب اللي هو هرقل هيركليز الاسم المشهور له حاول أن ينفذ هدنة مع كسرة كسرة أبرويز اللي هو يعني يجتاح هذه المناطق فكسرة لم يرضى بهذه الهدنة وقال له يعني وضع له شرطا مستحيلا بأنه يعني الذي يرضيه وأنه هرقل الإمبراطور الإمبراطورية البيزنطية الشرقية الأرصدكسية المسيحية يترك المسيحية ليعبد الشمس الذي هو كان دين الفرس في ذلك الوقت طيب هذا المشهد الضخم والفرس يحاصر العاصمة القسطنطينية لو نحن تركناه هنا توقفنا هنا وتعالوا لنرى مشهدا آخر مكان آخر مجهول على هامش التاريخ في ذلك الوقت في نفس هذا الوقت كانت مكة منقسمة على نفسها المشركون فرحوا بانتصار الفرس الوثنيين والمسلمون حزنوا على هزيمة الروم النصارى لأنهم من أهل الكتاب بطبيعة الحال أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من الفرس فخصوصا وإن الفرس اجتاحوا بيت المقدس وبيت المقدس في ذلك الوقت كانوا قبلة للمسلمين يعني في ذلك الوقت كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس والفرس أحرقوا بيت المقدس خربوا كنائسها وحتى استولوا على الصليب الأعظم لدى النصارى وحملوه إلى بلادهم هذا الصليب الأعظم الذي يظن النصارى أن المسيح قد صلب عليه فكان انتزاع هذا الصليب منهم هو انتزاع لشيء مقدس يعني فضلا عن المدينة يعني يشبه مثلا أن نقول في واقعنا الآن أنه استطاع الكفار أن يأخذوا النسخة الأصلية مثلا من مصحف عثمان أو أن يأخذوا تركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم ففضلا عن اجتياح المدينة المقدسة الأولى لها بيت المقدس كمان أخذوا الصليب الأعظم في ذلك الوقت وفي مفاجأة غير متوقعة أعلن محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره خبرا عجيبا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلابهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله هذه الآية تناولت أكثر من أمر الأمر الأول أن الروم غلبت في أدنى الأرض وبعض الدراسات تقول أن هذه مساحة المعركة التي غلب فيها الروم في ذلك الوقت التي هي في الشام هي أدنى الأرض وهم من بعد غلابهم سيغلبون في بضع سنين يعني حددوا البضع هو عند في لغة العرب من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات فحدد أن هناك غلبة أخرى وجولة أخرى سينتصر فيها الروم وأن في ذلك اليوم سيفرح المؤمنون بنصر الله طيب هذا الخبر في ذلك الوقت لا يمكن تصديقه أبدا حتى أن المؤرخ الكبير المعروف إدوارد جيبون وهذا رجل مؤرخ يعتبر مؤرخ الإمبراطورية البيزنطية وله كتابه الأشخر الأكبر في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية الذي هو عنوان تاريخ انحطاط الإمبراطورية البيزنطية الرومانية وسقوطها إدوارد جيبون يقول في هذا الكتاب إن محمدا تنبأ في خضم الانتصارات الفارسية بأن رايات الرومان ستعود ترفرف مرة أخرى وفي ذلك الوقت لم يكن شيء أبعد من تحقق هذه النبوءة فقد كانت الاثنى عشر سنة الأولى لهرقل تعلن حلال الإمبراطورية يعني وهذه الفقرة خستها حتى من نسخته الإنجليزية لكن الإيمان الذي كان عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه الإيمان هو بالله وبكلام الله انطلق ونادى في قريش في ذلك الوقت لم تكن المراهنة قد حرمت فقال من أجرى مراهنة أن الروم سينتصرون في بضع سنين فراهنه أحدهم على ذلك وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يدري أن نصر الرومي على الفرسي مرة أخرى لن يكون نصرا وحدا وإنما سيكون نصرين الآن ما الذي حصل دعونا نرجع إلى المشهد في القسطنطينية هرقل في الحصار الرهيب المفروض عليه ولم يستطع أن يواجه جيش كسرى أبرويز نفذ خطة غير مسبوقة وهي ما تزال أحد الخطط التي تدرس في التاريخ العسكري لم يدافع عن القسطنطينية بل أخذ قطعة من جيوشه واستطاع أن يتسلل ويفلت من هذا الحصار وظل يثخن في الجيوش الفارسية المسترخية بعيدا في أسيا الصغرى والقوقاز يعني بدأ ترك الجيش الرئيسي ولم يدافع وإنما خرج إلى مؤخرة الجيوش أو خلف ظهر الجيوش وظل يثخن في هذه الجيوش طبعا الجيوش الفارسية كانت مسترخية لأن جيشهم الكبير المتقدم يحصل القسطنطينية فلا تتوقع أن يحصل هجوم فبالنهاية مع كثرة انتصارات هرقل على هذه الجيوش المسترخية الموجودة في الخطوط الخلفية أجبر الجيش الرئيسي على فك الحصار عن القسطنطينية وبدأت تدور المعارك الهائلة التي كان النصر فيها بالفعل للروم بعد أن كانوا قد وصلوا إلى عاصمة القسطنطينية بدأت المعارك تصل إلى قلب الإمبراطورية الفارسية وكان الزمن بين ذروة الهزيمة يعني اجتياح بيت المقدس كان في سنة 614 للميلاد وبدايات النصر كانت في سنة 623 للميلاد كانت يعني هذا الزمن هو تسع سنين كما قال القرآن الكريم وفيما بعد استكمل الروم انتصاراتهم على يد هرقل حتى هزموا الفرس وأخذوا منهم طبعا هزموا حتى في العراق وبالتالي أخذوا منهم الشام وأخذوا منهم بيت المقدس مرة أخرى واستردوا ما كان قد ذهب منهم وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا في أي تحليل عسكري يمكن أن ينظر إلى المعارك في ذلك الوقت ولذلك هرقل الذي هو هرقليز يعتبر من الأبطال التاريخيين المشهورين في التاريخ الغربي لكن في هذه اللحظات كان الأمر قد تغير في مكة مكة في واقع الأمر لم تكن تنتظر نتيجة المعركة بين فارس والروم لقد كان هناك نصر آخر كانت مكة تتشح بالسواد لهزيمتها أمام المسلمين في معركة بدر وكان المؤمنون يفرحون بنصر الله الذي ما ظنوا أنه سيكون لهم على قريش يعني الله تبارك وتعالى في الآية قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الذين سمعوا هذه الآية ظنوا بنصر الله للروم على الفرس لم يدر بخلد أحد أن المسلمين بعد تسع سنين من ذلك الوقت ستكون لهم دولة وستكون معركة بينهم وبين قريش وسينتصرون على قريش فيها نصرا عزيزا مؤذرا فكانت غاية الظنون أنه فرحتهم ستكون الانتصار للروم على الفرس طبعا نصر بدر من معارك التاريخ الفاصلة وكان زلزالا سياسيا في جزيرة العرب يعني بالفعل بدر كان زلزالا سياسيا في جزيرة العرب وكان إعلانا لميلاد الدولة الإسلامية لم يعد الأمر مجرد خلاف داخل قريش كما هو داخل أي قبيلة بين المسلمين وغير المسلمين بل رجل قريش هذا صارت له دولة وصار زعيما وحاكما في المدينة وبعض رجاله الذين لم يخرجوا استعدادا للحرب وإنما خرجوا اعتراضا للقافلة استطاعوا أن يوقعوا بجيش فيه كبار قريش وصناديدها ويعني قادة قريش قتلوا في ذلك حتى لدرجة أن الرسول الذي ذهب إلى مكة مسرعا لكي يخبرهم بخبر الناس في بدر الحسيمان بن عبدالله الخزاعي لما نقل خبر بدر وخبر مقتل كل أولئك الناس توقعوا أنه مجنون حتى أن صفوان بن أمية قال إن هذا لا يعقل ما يقول سلوه أين أنا ظنه مجنونا فقالوا له أين صفوان قالها هو جالس في حجر الكعبة فلم يكنوا يتخيلون أن معركة ستقضي على أبو جهل وعتب بن ربيعة وشيبف بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف يعني هؤلاء الكبار فبالتالي يعني بهذا النصر اللي هو نصر بدر الصارى المسلمون جزءا من معادلة القوة والنفوذ في المنطقة في الجزيرة العربية وفي ذلك الوقت خلاص لم تعد مكة يعني تخشى على تجارتها فقط بل تخشى على نفسها تخشى على نفوذها وحتى المشركون الذين كانوا في المدينة أسلم أكثرهم بعد غزوة بدر وبعضهم تحول إلى أن يكون منافقا لكن يعني لم يعد بعد بدر في المدينة مشركين لم يعد مشركون وإنما صار مسلمون وأهل كتاب والمسلمون فيهم بعض المنافقين وأتم المسلمون نصرهم بعد بدر بنصر آخر على أقوى أحزاب اليهود في المدينة يعني وهم بنوا قينقاع فتضع ضع حال اليهود وبالتالي كان هذا النصر العظيم الموعود في كتاب الله نصرا للمسلمين أيضا ولم يكن نصرا للروم فقط ماذا حصل بعد ذلك فيما يخص رمضان الأول نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا نعيش في أجواء رمضان الأول كيف استقبل المسلمون رمضانهم الأول ونحن نعرف أنه فرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة فنحاول الآن أن نتأمل كيف كانت الأجواء المخيمة على المسلمين في رمضان من العام الثاني للهجرة ذكرنا أن كان يعني ذكرنا البشرى الكبيرة الفرحة الكبيرة النصر الكبير الذي تحقق في غزوة بتر فتعالوا نتأمل ما الذي حصل طبعا يعني هذا النصر العظيم في أول رمضان يعني في أول رمضان طبعا فرض على المسلمين صيامه ارتبط الشهر بالنصر والفتح وهو ما سيتقرر كثيرا في معارك كثيرة فيما بعد وسنرى منها في هذا البرنامج بعضها فتح مكة معركة البويب الطاحنة مع الفرس فتح الأندلس كسر التتار في عين جالوت فشهر رمضان طالما جاء هدفيه المسلمون كان شهرا من أشهر النصر لكن إذا لم نتعلم من التكاليف التي فرضها الله تبارك وتعالى فلن ندرك الأجواء على حقيقتها يعني لم تكن الأجواء الرمضانية مجرد أجواء نصر بل كانت أجواء تكاليف أيضا ففي هذا العام الثاني وكان المسلمون قد فرض عليهم القتال يعني ذلك النصر العظيم في بدر نزل على نفوس بذلوا من أنفسهم طاعة لله ورسوله لا سؤال معها فالسنة الثانية للهجرة دي من يطالعها في السيرة يرى أنها كانت سنة التكاليف الكبرى فيها فرض القتال وفيها خرج الصحابة في عشر معارك غزوتين وثماني سرايا ومن يرى مخطط الغزوات في السيرة النبوية يرى أن هذه السنة الثانية هي أعلى مرحلة أو أكثر السنوات من السرايا في العشر سنوات التي كانت في المدينة في هذه السنة الثانية فالمسلمون بذلوا نفوسهم طاعة لله تبارك وتعالى يعني لم يكن هذا النصر إلا نتيجة نفوس أطاعت الله ورسوله وبذلت دمها وروحها في سبيل الله هذه السنة الثانية أيضا فيها حولت القبلة من مكة إلى المدينة حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة وكان ذلك اختبارا شديدا يعني هذا اختبار شديد لثبات المسلمين وتسلمهم بصدق النبي وطاعته والله تبارك وتعالى يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله خصوصا أن هذا التحول في القبلة أثار كلام السفهاء لأن اليهود والمشركين طبعا اليهود كانوا يقولون يتبعوا قبلتنا ولا يتبعوا ملتنا إزاي هو بيصلي إلى بيت المقدس كما نصلي نحن ولا يتبعوا ملتنا وطبعا المشركين كانوا يقولون على الكعبة هذا بيت الله فكيف يتركه إلى غيره فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة أثار اليهود والمشركون مسألة أنه لو كان ما فعله في البداية حقا يعني لو كان التوجه إلى بيت المقدس حقا فهو الآن على باطل ولو كان ما فعله في البداية على باطل فما يدرينا أنه الآن على حق في الواقع مسألة تحول القبلة كانت محنة فعلا كانت محنة شديدة وكانت اختبارا شديدا لثبات المؤمنين والله تبارك وتعالى يقول وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليوضع إيمانكم فهذا أيضا من الاختبارات التي نجح فيها المسلمون وبذلوا طاعتهم لله ورسوله فتوجهوا من بيت المقدس إلى مكة المكرمة في هذه السنة الثانية أيضا فرضت الزكاة وهذه الزكاة أوجبت على الأغنياء إخراج بعض أموالهم للفقراء وتعرفون أن هذا كان من أقصى الأشياء على نفسية العربي العربي مسألة إعطاء المال عنده يساوي الذل والمهانة فلذلك العربي كان لا يعطي المال أبدا وعلشان كده نتذكر أنه من أول ما واجهه أبو بكرين رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الممتنعين عن أداء الزكاة لأن العرب كانوا يرون يعني طبعا نحن لا نشعر الآن بهذا لأن احنا ولدنا ونشأنا في ظل دول معاصرة تأخذ الضرائب ببساطة فلا يشعر أحد أن أموله تأخذ منه وأن هذا نوع من إهانته أو السيطرة عليه أو يعني من الذلة التي هو فيها لكن في ذلك الوقت لم يكن العرب يخضعون لأحد ويرون هذه الزكاة نوعا من الجزية ونوعا من الخضوع وكانوا لا يؤدونها ففرض الزكاة في هذه السنة الثانية للهجرة رأينا فيها أن المسلمين بذلوا أنفسهم في فرض القتال ثم إنهم بذلوا أموالهم أيضا حين فرض الله الزكاة التي يخرجها الأغنياء من أموالهم فيا تنفق على فقرائهم وفي هذه السنة أيضا فرضت زكاة الفطر وزكاة الفطر غير زكاة المال زكاة الفطر أوجبت على كل من يملك وقوة يومه أن يدفع من ماله لكف الفقراء عن السؤال يوم العيد زكاة المال هي يدفعها الغني الذي بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول لكن زكاة الفطر تكافل قصير أو صغير يدفعها كل من وجد عنده قوة يومه لكي لا يبقى في المسلمين من لا يجد قوة يومه في العيد وفي هذه السنة الثانية أيضا شرعت صلاة العيد وفي هذه السنة أيضا شرعت الأضحية وبعض التكاليف اختلف فيها العلماء هل كانت في السنة الثانية أم في غيرها كالزيادة في صلاة الحضر يعني أنتم تعرفون أول ما فرضت الزكاة الحديث المغروف فرضت زكاة ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر يعني صارت ثلاثة وأربعة من ظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذلك شرع الأذان وهذا أيضا في السنة الثانية ففي الواقع نحن أمام قوم تغير نظام حياتهم وهم استسلموا لهذا التغيير واجتهدوا في تنفيذه طاعة لله كانوا قبل ذلك قد صبروا وهاجروا تركوا الأهل والديار تركوا مرات عصبة وأنتم تتذكرون شوق المسلمين إلى مكة وأبيات بلال ألا ليت شعريها الأبي تنى ليلة بواد وحول إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدوان لي شامة وطفيل اللي هو الجبال يتذكر يعني مكة وجبالها ونباتها فهؤلاء الذين أخلصوا أنفسهم لله خرجوا من ديارهم وأوطانهم ومن مراتع الصبة ثم خرجوا من أرواحهم ودمائهم وبذولها في سبيل الله ثم خرجوا من أموالهم وأخرجوها كل هذا يقابلون أمر الله لهم بالسمع والطاعة والتسليم ولا ننسى أيضا أن رمضان الأول عاتبهم الله فيه ذلك العتاب الشديد بعد غزوة بدر حين وقع بعض التنازع على الغنائم فنزعهم على الغنائم بعد غزوة بدر أنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في البداية أخذ الله منهم الأنفال وقال ليس لكم في الأنفال شيء وظل يذكرهم بنعمته عليهم وكيف أنه دبر لهم أمر هذا القتال وكيف أنه أنزل إليهم الملائكة وكيف أنه أمدهم بجنود من عنده وما رميت فلن تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا العتاب الشديد كان على المسلمين في غزوة بدر أيضا وبعد أربعين آية من تذكيرهم بنعمة الله عليهم بيّن الله لهم نصيبهم في هذا الأمر فهذا العتاب الذي أنزل الله تبارك وتعالى إنما عالج عندهم مسألة كان يمكن أن تنشأ في البداية وهي مسألة أنهم يجب أن يكونوا مترابطين يجب أن يكون بينهم التماسك يجب أن يكونوا مترفعين عن أمر الدنيا يجب أن يكونوا زاهدين فيها ويعني راجعوا في هذا صورة الأنفال كل هذا كان في السنة الثانية وفي هذه الأجواء كان أول رمضان تعبدي حل على المسلمين فشتان بين ما كان ينتظره المسلمون وهم في مكة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يظنونه نصر الروم على الفرس وبينما صاروا إليه فعلا وهم في المدينة صارت لهم دولة وصار لهم حصم وشوكة وعندهم واجبات وعندهم تكاليف صار لهم نظام سياسي نظام اقتصادي نظام عسكري وبرزوا كقوة إقليمية في الحجاز بعد هذه المعركة فهذه الأجواء التي أحاطت برمضان الأول لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن نأخذ من هذه أجواء أجواء النصر دون أن نعبر على ما كان فيها من التكاليف والمشقات فنحن إذا سمعنا وأطعنا وبذلنا من أنفسنا وأرواحنا ودمائنا وأموالنا مثل ما بذله المسلمون الأوائل نزل علينا نصر الله الموعود كما نزل نصر الله على أولئك المسلمين الأوائل نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعيد إلينا أزمان انتصاراتنا وفتوحاتنا وأن نلقاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة